نعم نبيل دخلنا في اليوم المئة من العدوان الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة في ظل استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة نبدأ من محافظة رفح كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح والتي أصفرت عن وقوع الشهيد وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار وكان أبرز الغارات عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الحطب في منطقة الحشاش غربي محافظة رفح وأصفرت هذه الغارة عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة اثنين بجراح خطيرة وتم نقل الشهيد والإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار أيضا وتلأ هذه الغارة غارتين على منطقة خربة العدس ومصبح شمالي شرقي محافظة رفح ولم تسفر هاتين الغارتين عن أي من الإصابات حصيلة الشهداء والجرحة في محافظة رفح اليوم شهيد وعدد من الإصابات في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح وسبق هذه الغارات هو قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة على أحد المنازل بالقرب من معبر رفح الحدودي وأصفرت هذه الغارة عن استشهاد اثني عشر مواطنا وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح مختلفة وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار أيضا بالانتقال إلى محافظة رفح وهي أيضا شهدت سلسلة من الغارات والقصف المدفعي على محافظة رفح وخاصة في منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان وأيضا منطقة البطن السمين هذه المناطق شهدت قصفا عنيفا وأصفرت عن إصابة ووقوع عدد من الشهداء في صفوف المواطنين وأصفر هذا أيضا عن حالة من الإرباك والخوف في صفوف المواطنين وتدمير عدد من المنازل وفي ظل استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على محافظة رفح أيضا بالانتقال إلى المحافظة الوسطى أيضا هي مصرحا لعمليات الجيش والغارات الإسرائيلية حتى هذه الساعة هو قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات على منطقة أو مخيم المغازي والنصيرات ودير البلح والزوايدة والبريج شهدت سلسلة من الغارات وما أصفر عن وقوع عدد من الإصابات والشهداء في صفوف المواطنين وإضافة إلى تضرر العديد من المنازل المواطنين جراء تلك الغارات أيضا مدينة غزة شهدت سلسلة من الغارات والقصف على مدينة غزة ووصل عدد من الشهداء والجرحة إلى مجمع الشفاء الطبي أيضا في شمال قطاع غزة وخاصة في بيت لاهية كان هناك أيضا قصف مدفعي وغارة إسرائيلية على تجمع للمواطنين ما أصفر عن استشهاد ثلاثة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراحة مختلفة وتم نقل جثمين الشهداء والجرحة إلى المستشفيات في المنطقة إذن هذه هي صورة الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة في اليوم المئة من العدوان الإسرائيل على القطاع وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أصف أردت عن استشهاد 135 مواطنا وإصابة أكثر من 300 بجراحة مختلفة وصفت جراح العديد من الحالات بالخطرة وتم إدخال العديد من هذه الجرحة إلى غرف العمليات لمحاولة إنقاذ حياتهم أيضا قطاع غزة ما زال معزولا عن العالم الخارجي في ظل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت شكرا جزيلا لك من رفح مراسل الغد أيمان أبو شنب شكرا جزيلا لك من رفح مراسل الغد شكرا جزيلا لك من رفح مراسل الغد